مع بداية كل شهر رمضان يتغير النمط الاستهلاكي للفرد الجزائري فالقفة الرمضانية تمتلئ بمواد متنوعة ويزداد إقبال المستهلكين على مواد غذائية معينة على رأس القائمة تأتي الأجبان ومشتقة الحليب التي تستهلك طازجة أو تستخدم في عدة أطباق رمضانية كل شهر رمضان يتوجه من المشيء في الأفطار العادة ليس شيء في الأفطار ليست شيء لكل شهر رمضان يعمل هفة الدينة الثفاء ويغفرها المجلع في السيدة ويشيرها ممنوع ف dime أعند أن تشري البند وإلى أبداية في هذا المشيء لكي تصحر ليس شيء هذه الوصول على رمضان في الأفطار ليس شيء أخذ مرحبا لكي يؤثر على الرمضان للمشيء من حيث يرداد لدينا تقوم بالهجميل لدينا قمضاء بوداء لدينا البرك عندنا أمام البروديوية التي قاعدتك نستعملوهم بزاق في رمضان في رمضان تبدأ شوية الحكاية بسكو في رمضان يقولوا الناس كونسومة فرامج بوكو بليس بسكو ناسوا اللي طيب بيزا اللي قراتها نزيادة عفزة علفور كدهون يسحقوا الفورمات كتار وزيتسوتوك يشوفوا اللي بريموان شهر كده سوف يقولوا يجو قصدينو المستهرك الجزائري اليوم يجد في طاولات العرض كل ما يحتاجه فتنوع منتجات الأجبان ومشتقات الحليب نتيجة تحصن جودة المنتوج المحلي سهم في زيادة الإقبال عليها في رمضان دوبلي للكونسوماتيون في الفورماج دوبلي في المائدة الرمضانية تكون 30% في الطابلاج على الفورماج كان يتعلي بتاع البيدونات هذا كتاني بريباراسيون البيدونات يمشي بزاف البيدونات قايمشوهم على بريبار يمشو قوشي دار ولا ايضام ولا قايمشو ولا قودة مما قايمشو ما البلوس هذا اكتر وفورماج ولي يمشي بزاف ضعف بزاف ضعف بزاف ولي بزاف دموندي خلاص بلخف ريبتور دستوك بلخف خلاص بلخف سلعة ولي دموندي بزاف كتر مليا مثل بس كالعبة تكون صايمة سمت شهها هكذا هو رمضان كل سنة يزداد الإقبال على مواد غذائية معينة الأجبان ومشتقة الحليب على غير الرياورت واللبن تحتل رأس القائمة فلا يمكن الاستغناء عنها في المائدة الرمضانية ترجمة نانسي قنقر